الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عدى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر وخلال كلمته بالقمة العربية دعى الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية إلى تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز القدرات العربية الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه المقاربة تسهم في نفذ الطائفية والتعصب والقضاء على المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وشدد الرئيس السيسي على أن المبادرة العربية للسلام ستظل هي معيار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مجددا التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إسيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة أكد أعلان الجزائر الصادر عن الدورات الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في ختام أعمالها بالجزائر أكد رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية وخلال البيان الاختامي أكد القادة العرب على دعم موقف مصر والسودان وللتوصل أيضا لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة مشددين على أن الأمن القومي العربي لجميع الدول العربية هو جزء من الأمن القومي العربي كما أشهد القادة العرب بجهود مصر التاريخية والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بما يؤدي إلى وحدة ولحمة الموقف الفلسطينية مشيرين إلى الجهود المتواصلة لمصر لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية وذلك بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وشدد إعلان الجزائر على مركزية القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك الشاملي والتمسك أيضا بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دشن عدد من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر والحصلة على صفات مراقب لمؤتمر كوب 27 والمهتمين بقضايا المناخ والبيئة تحالف القوى المدنية من أجل المناخ وذلك في إطار استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 27 وسيعمل التحالف على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ في سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق أيضا العدالة المناخية من أجل أجيال قادمة وللحفاظ على مكتسباتهم من الطبيعة ولسيانة حقوقهم الحالية والمستقبلية وصلت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جوالات الحوار الوطني حيث شارك وفد من التنصيقية في ندوة بعنوان مسيرة العمل المناخية من استقهولم إلى شرم الشيخ وتم شرح أهداف التنصيقية وتشكيلها والإشارة إلى أنهم متواجدون وسط الشباب ليكونوا جسرا بين أفكارهم وبين دوائر صنع القرار في كافة القضايا وخاصة المطروحة للحوار الوطني وتطلق تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة أرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية نظمة تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بقصر الثقافة حول الحوار الوطني كما تمت الإشادة بالدور المميز والرائد لأعضاء التنصيقية لكونهم نماذج مشرفة ولكونها أيضا أول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف الطيارات السياسية تحت مظلة وطنية لتجعل صوت الشباب مسموعا وأيضا تضمن مشاركة شبابية فاعلة في صنع القرار يأتي ذلك على هامشي حضور فعاليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بمحافظة المنوفية تأتي تلك الفعالية ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظة الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي باستمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي قال إنه مهم للعالم بأسره وذلك بعد أن وفقت روسيا على استئناف مشاركتها في الاتفاق الدولي المبرمأ في يوليو الماضي وفي خطابه اليومي قال زلنيسكي إن استمرار الاتفاق يمثل نتيجة دبلوماسية مهمة لكييف معتبرا أن مطالبة روسيا بضمانات لاستئناف مشاركتها في الاتفاق تظهر فشل موسكو على حد قوله قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الولايات المتحدة ستبحث الأدوات الإضافية والسلطات التي يمكن استخدامها في التصدي للمساعدات العسكرية التي تقدمها كوريا الشمالية لروسيا يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن ذات الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزاود روسيا سرا بعدد كبير من قضائف المدفعية لاستخدامها في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما ومع ذلك فقد ألمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات التجديد التراكمي للسياسة النقضية الذي انتهجه حتى الآن انتهى مجزء الثامنة وعود الاستكمال باقي الفقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل